السلام عليكم ورحمة الله عزيزينا وطلبة وطالبات السنوة العامة الشعب الأدبية لقاء جديد ومدرسة على الهواة والجغرافية السياسية ودائما معنا بإذن الله الجغرافية السياسية سهلة سعيدنا أن نصحبنا في هذه الحلقة خبير المادة بوضع التباية والتعليم دكتور أشرف عبد المعنى أهلا وسهلا أهلا وسهلا كل سنة والشعب المصري بخير وأبناءنا الطلاب طيبين إن شاء الله أبناءنا العزاء وحضرك طيب أبناءنا العزاء بنواصل مع حضرتكو مراجعة أو سرد منهج السنوة العامة الجغرافية السياسية للعام الدراسية 2019-2020 وصلنا إلى آخر درس في الوحدة الأولى نختتم به الوحدة الأولى وهو النظم الحكم في العالم والنظام الانتخابي وده الدرس اللي هيكون خير وخاتمة للوحدة الأولى قبل من نبدأ في الدرس دوت دكتور أشرف مجهز لنا مراجعة على ما صبغ دراسته أو على الدرس السابق كالعادة دائما عايزين سؤال على درس الحلقة الماضية خلينا ناخد كده عناصر القوة الاقتصادية تمام وعناصر القوة العسكرية وعناصر القوة التنظيمية تمام على أساس من خلال الثلاث أمور أبناء الطلاب هيقدروا يقفوا على حاجة مهمة قوي إن أي دولة هتأثر فيها مجموعة عوامل من الناحية الاقتصادية تؤثر في قوتها وكذلك الأمر بالنسبة للناحية العسكرية وكذلك الأمر بالنسبة للناحية التنظيمية لو مسكنا أول حاجة سيد أحمد اللي هي القوة الاقتصادية أبناء الطلاب أي بلد متقدم أو يريد التطور في إنتاجه الاقتصادي وإحداث تنمية اقتصادية لابد أن يكون في هذا البلد يتوفر في تنوع في الموارد يا سيد أحمد أول حاجة عندك هنا تنوع الموارد الاقتصادية التنوع مع حجم الموارد دي ده عنصر من عناصر قوة الدولة من ناحية مين الاقتصادية تاني حاجة عندي مدى كفاءة السكان في استثمار هذه الموارد ثلاثة امتلاك الدولة للتقنيات الحديثة يبقى عندي موارد وكفاءة من السكان اللي هو العنصر البشر في استثمارها وامتلاك الدولة للتقنيات مين الحديثة دول تلات عوامل بتأثر في قوة الدولة من ناحية الاقتصادية وزي ما قلنا دول برضو بيحددوا أهمية أي مساحة في الدولة أربعة الميزان التجاري الميزان التجاري لازم صدراتك تكون أكتر من الايه من الواردات وده اللي يقصد به العلاقات الدولية حجم الميزان التجاري عبارة عن ايه هل الفرق في الميزان التجاري لصالح الدولة أم في غير صالح الايه الدولة امتى يكون في صالح الدولة لما تكون الصادرات اكثر من الايه من الوردات تمام الابناء انا طلبوا درسين ان محمد علي في التاريخ قال الدولة القوية هي الدولة التي تزيد صادراتها عن واردات وكمان درسوا بالتفصيل ان هو اعتمد على الموارد اللي موجودة وبدأ يتم بالتصنيع وبدأ يتم بالزراعة وبدأ يتم بالاسلحة وهو الاخر وقلل من داخل الدولة وبدأ يقلل من مين من الاستراض خمسة اللي هو القدرة على الصمود وقت الازمات القدرة على الصمود وقت الازمات يقصد هنا الصمود الاقتصاد يقصد ان انت تقدر تحقق الاكتفاء الذاتي يقصد ان انت ما تتعركش لضغوط خارجية وقت الحروب او وقت الايه الازمات ادي معنى كلمة الصمود وقت الازمات من ناحية الاقتصادية ده كده عناصر القوة الاقتصادية في اي ايه دول طيب عناصر القوة العسكرية بقى لو هنتكلم عن القوة العسكرية القوة العسكرية سيد احمد هتلاقي فيه عوامل بتأثر فيها اول حاجة حجم الجيش حجم الجيش هنا يعني عدد الافراد قوة الجيش سواء اذا كانت قوة عاملة داخل الجيش او الاحتياط تمام يبعين عدد الافراد كقوة ايه عاملة او ايه او احتياط المعدات برضا عليها اه اتنين حجم المعدات وكفاءتها القتالية يعني مدى كفاءة المعدات القتالية وحجمها ده بيؤثر في القوة مين القوة العسكرية تمام تيجي بعد كده عندنا انفاق كمان حجم عشان يبقى طالب حتى مرتبهم تلاتة حجم حجم الانفاق العسكري من ميزانية مين من ميزانية الدولة تعالى بقى ناخد بقى كفاءة كفاءة المقاتل واخلاصه عندك كمان كفاءة جهاز المخابرات واحنا عرفنا ان اه يمكن من اقوى الاجهزة اللي موجودة على مستوى العالم اللي هي اجهزة مين المخابرات المصرية ويمكن شوفنا حلقات متتابعة لدور اجهزة المخابرات في اه تحديد موعد الكتال وموعد اللي هي الحرب والحافظ على سرية اه خالف اللي هي الاستراتيجيات القديمة في الكتال والمحافظ على سرية مين اللي هو بداية المعرك تمام كليدور اه كليدور في الحرب اه طبعا تمام عندك اللي هي الكوة مين الكوة الايه العسكرية تعالى نشوف بقى الكوة التنظيمية تمام في الكوة التنظيمية احنا عارفين ان هي يقصد بها مستوى الحكم والايه والادارة ليها مؤشرات ايه المؤشرات اول حاجة التقسيم الاداري التقسيم الاداري هنا تتقسم البلد لمراكز لمحافظات لولايات لاي شيء المهم الهدف من التقسيم هو توفير الامن وتوفير الخدمات للمواطنين وسيطرة الدولة على جميع اجزاء تمام النقطة التانية اللي هي درجة مركزية الحكومة درجة مركزية الايه الحكومة واستقلالها بعد كده قدرة المؤسسات التنظيمية داخل الايه داخل الدولة الدولة على اتخاذ القرار القرار المؤسسات دي هي اللي بتساعد الايه الدولة الدولة في اتخاذ القرار قدرتها على اتخاذ القرار ده عامل مهم جدا 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 في القوة الايه التنظيمية تمام رقم اربعة هنقول برضو قدرة الحكومة على السيطرة على جميع من اجزاء الايه الدولة واخر حاجة مدى كفاءة الجهاز الايه الحكومي ودرجة الشفافية والشفافية طبعا لو قلنا بقى عناصر قوة الدولة بقى بشكل عام لازم هتتكلم ان في عناصر عسكرية قوة عسكرية في عناصر اقتصادية وفي عناصر تنظيمية وترجع بقى المقاومات اللي هي اللي هي التانية عناصر ديمقرافية اللي هي السكان وتوزيعهم وحجموهم تمام وعناصر مرثولوجية اللي هي الموقع والنساحة والشكل اللي الطالب درسوا في الجزء مقاومات الطبيعية يعني والمقاومات البشرية اللي درسها الطالب في مصابق نعم تمام طيب بالنسبة للتركيب الاقتصادي اللي أبنائنا كده مفيش مشاكل لان احنا كنا بنقول ان التركيب الاقتصادي تقريبا في الاسئلة فيها تشابه والنهاردة دكتور اشرف جاب لنا الاسئلة اللي فيها تشابه وخدنا اسئلة فيها اكثر من اجابة نخش في النظام السياسي للدولة نعم وبنتكلم على السلطة يعني كان لها وجود من اقدم التاريخ شاهدنا في العصور الفرعونية مثلا ان كان هناك الفرعون وكان هناك الوزير وكان هناك رؤساء الادارات البحلية وحكام الاقاليم ما هي اهمية السلطة لاستمرار الحياة اه لو احنا افترضنا مجتمع بدون سلطة بدون قانون هتلاقي المجتمع ده سيزا احمد مجتمع ايه فوضوي تمام ليه لان السلطة او القانون بيعمل لك عملية ضبط وتوجيه لسلوك البشر تمام والطبيعة البشرية بفتراتها بتحتاج الى عملية الضبط وعملية التوجيه تمام يبقى السلطة مهمة لان الطبيعة البشرية بتحتاج دائما لعملية ضبط وايه وتوجيه ده السلوك البشري معروف تمام حتى يمكن في البيت اذا الاولاد ما كانش في عملية ضبط وتوجيه هتلاقي الامور خرجت عن النطاق الايه المالوف ده انا بتكلم على النطاق ايه اصرى صغيرة تمام يبقى البقى الدولة كدولة فبنقول هنا لابد من وجود مين سلطة لان السلطة اساسي في ضبط وتوجيه سلوك البشر تمام لو ما فيه السلطة ما فيش استقرار في المجتمع يبقى وجود السلطة بيؤدد استقرار الايه المجتمع واستمرار للحياة نحفظ الامن والامان تنظيمه طبعا المجتمع وتوصيل خدمات واحنا اخذنا في اركان الدولة ان الدولة بتحتاج لمجموعة من الركائز والاركان بتعتمل عليها تمام الاركان الرئيسية للدولة الارض والشعب والسلطة والسلطة اهميتها كمان بتدير شؤون البلاد الداخلية والايه والخارجية يبقى الطالب كده جامع ما بين الجزء الخاص بالانتخابات وجزء اللي درسوا في البداية في الدولة وعناصر اللي هي مين الدولة وأركان الدولة تمام لان حضرك قلت نقطة مهمة جدا ان الطالب هنا بيدور على اجابة السؤال دوت في درس اليوم نفسه طيب ما انت خدت السلطة قبل كده في دروس سابقة ما انت ممكن تربط وتجيب منها برضو اجابات مهمة جدا عن دور السلطة في البلاد اذا نطالب هنا ما يعتمدش على اجابة السؤال اذا كان له خلفية من درس اخرى على درس اليوم فقط انما لازم يبحث ويربط تمام هذا مهم جدا طيب كده ونحن نتكلم عن النظام السياسي النظام السياسي له تعريفين في كتاب المدرسة لصورة تنظيمية ولصورة مؤسسية نعم عايزين نقارن ما بين التعريفين وهي التعريف اللي هو هل هيجي في الامتحان قارن بين التعريفين Wa oliата المنظام هيبقى ازاي ما بين السؤال للجوزئية وقا اجد فيك ان النظام السياسي له هو ليه سورتين اساسيات p Dra. سورة سورة اجتماعية نظام سياسة في سورته الاجتماعية تمام ونظام سياسي في سورته اللي هي الايه المؤسسية تمام السورة الاجتماعية للنظام السياسي هو عبارة عن نظام اجتماعية تمام النظام الاجتماعي ده بيقوم باادوار داخل من داخل المجتمع لكن يجب أن يستند إلى قوة و تحميه و سلطة. فهو يعمل نظام السياسي في سلطة الاجتماعية؟ يعمل عملية إدارة لموارد مين؟ الدولة. إدارة المجتمع. هذا النظام يوفر الأمن الداخلي والأمن مين؟ والأمن الخارج. ويقدر يحقق المصلحة العامة. دعونا نكتبه. تمام. كسؤال. عايزين نصيغه في السؤال. النظام السياسي في صورته؟ الاجتماعي. 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 أنا عايز الطالب يركزي في الكلمة دي. لأن الكلمة دي هتدي له المفتاح اللي هيكتب به تحت. تمام. هو عبارة عن نظام اجتماعي. أنت تقصد حضرتك أنه جاب كلمة اجتماعية في اجتماعي. آه. يعني ياخد من الكلمة ويكتب عليه. نعم. تمام. نظام اجتماعي. تمام. يقوم بأدوار ويستند لسلطة. تمام. يستخدمها في إدارة موارد المجتمع. هذه أول نقطة. أتنين. هستخدمها في أي تاني؟ في توفير أو في تحقيق الأمن الداخلي والخارجي. خارجي. في أي كمان لا يقدر استخدمها في تحقيق المصالح من المصالح العظم. تمام. ده كده النظام السياسي في صوراته الاجتماعي. طيب يعني هل الطالب ممكن يجي له يقول له نظام اجتماعي يقوم بأدوار متعددة مستندة إلى قوة في إدارة شؤون المجتمع أو إدارة موارد المجتمع. الطالب يكتب نظام السياسي في صوراته الاجتماعي. أو لازم يكتب كده. ما يكتبش النظام السياسي بس. لا. لكن النظام السياسي ليه صورتين ليه صورة مؤسسية وليه صورة اجتماعية طب أنا كطالب جالي السؤال ما المقصود بالعبارات الاتية نظام اجتماعي يقوم بأدوار متعددة مستدنا إلى قوة في إدارة شؤون البلاد أو موارد البلاد وكتبت النظام السياسي بس لا ما ياخدش درجة تمام يبقى احنا بنحنظر أبني أنا كده يخلي باله النظام السياسي في صورته الاجتماعية لازم تكتب كده نعم والسؤال ده يمكن جزءا على العام الماضي تقريبا في الأسئلة اللي هو ما المقصود به أو ضع مصطلح بغرافي اللي عبارة الاتية فهنا المصطلح بغرافي النظام اجتماعي بيقوم بأدوار ويستند لمين لسلطة في إدارة موارد مين المجتمع طبعا ده اللي هو لازم الطالب يكتب كده بالنص النظام السياسي في صورته من الصورته الاجتماعية تمام طيب ده الشق الأول الصورة الأخرى الصورة المؤسسية أو التنظيمية الصورة التانية اللي هي النظام السياسي في صورته المؤسسية برضو هحط خط تحت الكلمة دي مؤسسية تمام عبارة عن إيه النظام ده مجموعة من المؤسسات عشان كده حركة قلت خلي بالك من مؤسسية عشان هتديني كلمة مؤسسات نعم المؤسسات اللي هي متحكمة أو اللي في إيديها صنع القرار تمام في أي بلد هتلاقيها اللي هي سلطات التلاتة التلاتة اللي هي التشريعية تمام تاخذ بين الناس اللي هي بتمثلها السلطة القضائية تمام يعني دي التشريعية اللي هو زي البرلمان كده التنفيذية اللي هي الحكومة الوزراء رئيس الوزراء والوزراء والقضائية اللي هو القضاء إذن أغلب دول العرم تحتوي على سلاسة سلطات نعم ده شيء سليم اه والسلطات التلاتة نقولهم بقى اه والتلات سلطات دول تمام دي بيتوزع بينهم عملية صنع القرار السياسي تمام يعني أنا لما أجيلي في الامتحان يقول لي مجموعة المؤسسات التي يتوزع من خلالها عملية صنع القرار السياسي نعم أقوله النظام السياسي تقوله النظام السياسي في صورته المؤسسية تمام لازم أقول النظام السياسي في صورته المؤسسية نعم طيب عشان تبقى الإجابة متكاملة أولاد وبنسأل دكتور أشرف سؤال هل يمكن منح جهة ما من هذه السلطات السلاسة أدوار جميع السلطات يعني تخيل لو في الأنظمة النظام يجمع في يده كل السلطات أو شخص يجمع في يده كل الإيه كل السلطات يمكن كان فيه نص كده للويس الرابع عشر تقريبا قال لك إيه أنا الدولة والدولة أنا فحتى يمكن كانوا جايبين الصورة بتاعته والمقولة بتاعته ويقولوا إيه انت بتستنتج إيه من مقولة اللي هو ملك فرنسا هو انتهى الأمر بإعدامه نعم دليل على خطأ فهنا انه هو بيجمع ايه كل الايه السلطات والسلطات في إيده وهذا خطأ اه هو المشرع وهو المنفذ وهو القاضي وده طبعا بيبقى نظم الحكم هنا بيسموها نظم دكتاتورية تمام او بيسموها بشكل آخر يقولك الحكم المطلق تمام ان جميع السلطات في يد ايه شخص ايه شخص واحد ولذلك اما نيجي نتكلم لا نقول ان من الافضل ان تكون هناك ثلاث سلطات والثلاث سلطات دولة لازم يكون في فصل بين التلاث سلطات لازم يكون في استقلال بين السلطة التشعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية كل انا يعمل في تخصصه اه كل واحد يعمل في تخصصه اه في في علاقة بينهم اه بس العلاقة دي بينظامها الدستور الدستور تمام نعم فمن الخطأ ان تجمع جميع السلطات في يد ايه واحدة لان كده مش هتتحقق المصلحة الايه العمل العمل طيب كانوا من انواع الثقافة لابنائنا حضرتك ذكرت كلمة ديكتاتورية نعم ايه المقصود بيها بقى وعكسها النظام الديكتاتوري ان يكون هناك حاكم يجمع في يده الثلاث سلطات دول تمام التشعية والتنفيذية والقضائية ويكون في ايديه اللي هو الحكم المطلق تمام زي ما قولت لويس الاربعتاشم قال انا الدولة والدولة قال تمام اما عكس النظام ده ان يكون كل سلطة مختصة بامورها وهناك فصل بين الثلاث سلطات وهذه النظم اللي هي بتعتمد على نظام الاختيار ونظام التعدية في السلطات وتلات سلطات تكون كل سلطة لها اختصاصاتها وكل سلطة منفصلة عن الايه عن الاخرى ولا تتدخل السلطات في امور بعضها تمام النظام ده يمكن بنقول فيه هو النظام اللي هو الديموقراطي والنظم الديموقراطية هي بتعتمد على امر معين حتى هي اختصار لكلمة ديموقراطي اللي هي حكم الشعب تمام فهذه النظم بتعتمد على وجود ثلاث سلطات في الحكم سلطة تشريعية تكون بالتشريع سلطة تنفيذية تنفذ وسلطة قضائية اللي هي بتقضي بين الناس وتنفذ اللي هي القانون الخاص بكل ايه الدولة تمام نعم وبكل الشعب دور في اختيار السلطات دي نعم السلطة التشريعية مين بيختارها ما هم اصلا نواب من مين من الشعب من الشعب تمام فدي السلطة الايه التشريعية والبرلمان بالاغلبية بيشكل ايه الحكومة بيشكل لك الحكومة تمام فازم برضو جاءت بناء على اختيار من مين من الشعب ومن يشكلها تم انتخابه نعم يعني ومن يشكل الحكومة في الاصل تم انتخابه نعم رئيس الجمهورية نعم تمام لأنه في نظم بتبقى رئيس الجمهورية هو اللي بيشكل الحكومة وفي نظم البرلمانات هي التي تشكل الحكومة باغلبية الايه اذا كان مثلا باغلبية اذا كانت الدولة متأسفة مثلا لمجموعة حزاب فعلى حسب الحزب ودرجة فوزه في الانتخابات والمقاعد اللي أخذها في البرلمان بيبقى فيه اتفاق أنها تشكل حكومة على أساس نسبة المقاعد في بعض الدول أنظمة الحكم الديمقراطي تتميز بعدة مميزات الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة والتوزيع العادي للسلطة فلا تتغول السلطة على اختصاصات السلطة أخرى أو تكون أقوى منها في إدارة نفسها طيب عايزين ناخد بقى أنظمة الحكمة في العالم عندنا من حيث الشكل ومن حيث العلاقة بين السلطات السلسة وأحيانا بنلخبطهم إحنا وندخلهم في الوحدوية والفدرالية والكونفدرالية فعنا عايزين نعرف تأسيمها تفك الالتباس اللي عندنا ده من حيث النظام السياسي والإداري من حيث شكل الحكم والنهاردة من حيث العلاقة بين السلطات اللي حضرتك قلت عليها نعم ثلاث سلطات خلينا كده يمكن حضرتك اللي فدت الأنظار لحاجة مهمة ويمكن كتير بيحصل عنده لابس فيه أنا بشكرك جداً السيد أحمد عن الموضوع ده في حتة التأسيم على حسب النظام الإداري هنا يمكن إحنا خدنا إن فيه دولة إيه دولة وحدوية مركزية صح؟ اللي المركزية وخدنا دولة إيه مركبة صح؟ والمركبة دي تأسمت إلى أثنين تمام دولة إيه؟ فدرالية فدرالية وكون فدرالية صح؟ ودولة كوم فدرالية تمام ده تأسيم الإداري ده كده اسم تأسيم إداري تمام ماشي؟ تمام على حسب مين الشكل يمكن في التأسيم اللي فات كتير من الدول يقول لك هناك تأسيمات للدول دول بسيطة ودول مركبة تمام فقال الدولة البسيطة اللي هي الدولة الوحدوية تمام والدولة المركبة اللي هي الدول مين للاتحادية وبدأ بقى حتى يتكلم عن الاتحادات الزمان قوي كان فيه تحب بين إنجلترا وهنوفر وكده فالتحاد شخصي اللي هو أنه كلهم بيتمثلوا في سلطة شخص واحد اللي هو الرئيس وكي؟ وهناك بقى اللي هو أيه؟ الدولة الفيدرالية والدولة والاتحاد اللي هو مين؟ اللي هو أيه؟ اللي هو إذن تمام أما نظم الحكم على حسب اللي إيه الشكل فبيقسموها إلى حقتين اللي هو نظام ملكي ونظام أيه؟ جمهوري وهو نظام جمهوري تبقى ده من حيس الشكل إذن الدولة قد تكون ملكية وحدوية تمام. وممكن تكون. تكون جمهورية. اه. ومثلا اتحادية مركبة. نعم. 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 تمام. فهنا ده كده نظم لمين ليه اللي هي الايه اه الحكم. تمام. ده من حيث الشكل. ده الشكل. طبعا من حيث العلاقة بين التلات سلطات. استأذن حضرتك. يعني والورقة موجودة قدامنا بسرعة. انتقال الحكم هنا. بيكون ازاي في النظام ده والنظام ده. طبعا ابناء نطلبة يمكن دارس الكلام ده في الجزء الخاص بالتربية القومية. تمام. بشكل واضح. ان النظم الملكية النظام فيها وراثي. تمام. والنظام الوراثي ده بيكون على حسب الدستور. ممكن يكون في اكبر الابناء سنا. ممكن يكون في الاسرة نفسها اه سنا. تمام. اه الى اخير. حسب الاتفاق. نعم حسب الاتفاق. تمام. اما النظم اللي هو مين الجمهوري ده بيكون بعملية مين اللي هو الانتخاب من الشعب. تمام. وبرضو بيبقال في الداولة لأخرى. نعم. تمام. طيب يبقى من حيث الشكل عارفنا ملكي وجمهوري. وطبعا قلنا من حيث بتقسيم الاداري اولاد اللي هي الوحدوية والاتحادية المركبة الفيدرالية والكونفيدرالية. نعم. طيب من حيث العلاقة بين السلطات السلاسة. والمقصود بها اللي هي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية. نظام. هنلاقي ان هنا اتلاقي في نظام بيسموها نظام رئاسي. وفي نظام نظام برلماني. وفي نظام شبه رئاسي او شبه ايه? برلماني. برلماني. اساس سيادتك اه نشوف فيلم عن الانزمة التلاتة وبعدين نكمل حديثنا مع حضرتك. يعني ايه فيلم اه توضيح يا ولادة نشوفو دلوقتي قدامنا على شاشة عن نظام اه الحكم. اه بيقول ان هنا نظام اه الحكم ده بيختلف ما بين دول واخرى. وطبعا انظمة الحكم لينا تلات انظمة. نظام الرئاسي. نظام البرلماني. ونظام المختلط اللي هو شبه رئاسي او شبه برلماني. طبعا اه كل شعب بيحدد النظام اللي بيتناسب معاه. اه بيحدد مين اه قمة هذا النظام. يعني انا عندنا النظام الرئاسي ده في الولايات المتحدة. الرئيس بيكون هو الكل في الكل طبعا هو اللي بيقدم اقتراحات القوانين وهو اللي بيجيب طبعا الموظفين بتوقع. وعندنا بعد كده النظام اه البرلماني. والنظام البرلماني ده عبارة عن حكومة اه طبعا يعني مجلس نيابي منتخب من الشعب يشكل الحكومة. وهذا النظام بيكون رئيس الوزراء فيه. هو اه طبعا اه الكل في الكل. اما الرئيس بيكون صورة شرفية. وعندنا النظام طبعا فيه نظام تاني بقى اللي هو النظام المختلط او اه وصيط بين النظامين شبه رئاسي او اه شبه برلماني. بيكون رئيس الوزراء اه يعني الحكومة ورئيس الدولة بيتنصفوا اه الحكم الاتنين مع بعض يعني هنا بيكون الحكم مشترك بين الحكومة. ومع الرئيس. وبين الرئيس وبينظامها طبعا دستور الدولة. نعم. طيب. اه ده توضيح بسيط جدا على الانظمة اللي في العالم. تمام. حضرتك ما عايز تضف لنا ايه ان شاء الله في. هو يمكن اه بنرجع لكتاب المدرسة عندهم النظام الرئيسي زي ما اقول حضرتك كده هو الرئيس الكل في الكوري. تمام. الرئيس في يسود ويحكم. تمام. ومعها تلات سلطات سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية وفيه فصل بين التلات سلطات واستقلال تام ما بينه. تمام. ولذلك يقول لك هذا النظام يعتمد على الاستقلال والتخصص والنموذج الاشهر ليه هو الولايات المتحدة الامريكية. تمام. يبقى النظام الرئاسي النموذج الاشهر فيه او يتمثل فيه الولايات مين? المتحدة الامريكية. تمام. ده في النظام الرئيسي. رئيس يسود ويحكم وهناك ثلاث سلطات تشريعية تنفيذية قضائية وهناك فصل بين التلات سلطات واستقلال تام وتخصص. ويعتبر كده ميزة الفصل دي تميزة في هذا النظام. تمام. النظام البرلماني هنبدأ كلمة برلمان. تمام. برلمان منتخب من الشعب. وهو مصدر التشريع. تمام. طيب. ومين اللي بيحكم? قالك رئيس الوزراء بيكون منتخب من الشعب وهو في ايده مسئولية مين? الحق. الحق. طب الرئيس يسود ولا يعني يعتبر صورة كده شرف. نعم. فده النظام البرلماني ده موجود فين? في المملكة المتحدة. المتحدة. يعني مثلا نقول ان هناك الملكة اليزابيس الثانية هي تسود ولا تحكم. نعم. تمام. انها ما اللي بيحكم رئيس الوزراء. نعم. وكتير من دول اوروبا كده. نعم. تعريبا اسمه جونسون كان مكان تريزا ماي. نعم. تمام. اه في النظام الشبه رئاسي. اللي هو الشبه برلماني واخد من الاتنين. خليد لأ. هو نظام وصف بين النظامين. النظامين. تمام. رئيس منتخب من الشعب هو على رأس السلطة التنفيذية. وبرلمان منتخب من الشعب ويشكل الحكومة. تمام. طب السلطة بين مين وبين مين? ما بين الرئيس وما بين الحكومة وبينظمها الدستور. تمام. يعني ده كده بصفة يعني نقدر نقول بسيطة جدا. حضرتك قلت لنا مقارنة بينهم. عايزين ناخد مثل بقى. والنظام ده بتمثله مين? فرنسا. فرنسا. وزي ما قولنا قبل كده ان فرنسا بيأتي دورها تعريبا يمكن في كل درس ذكرناها. تمام. كيف? بتأكد على اهميتها انت حضرتك في الخريطة. اه في الخريطة اي بقى. لازم اطلب على دولة نموذج للدولة الوحدة واي. اولا. نعم. جينا بعد كده اتكلمنا في المقاومات الطبيعية اتكلمنا فيها بحاجات كتير. دولة بتطل على البحر بجابهتين. تمام. ودولة مندمجة او منتظمة ايه الشكل. تمام. وعرفنا طبعا مميزات الشكل المنتظم. جينا اتكلمنا في الموارد البشرية. ولكن مع ناصر قوة الدولة من ناحية البشرية قلنا ان دولة بتتمتع بالاكتفاء النسبي في ايه? في الغزاء. تمام. جينا نهاردة بنتكلم في درس الايه? الانتخابات. بنتكلم ان فرنسا دولة النظام فيها شبه مين? شبه رئيسي. كيبقى ازا. طالب لازم يكون عارف فكانها فين على اه الخريف. تمام. نعم. طيب. عندنا سؤال بيقول اه يعني ما تقيمك لصدق العبارة theega. اه يا يكون هناك او هناك نظام مثالي يمكن تطبيقه على جميع المجتمعات. هناك نظام مثالي نظام حكم. يعني نظام. هناك نظام حكم. حكم مسالي. يمكن تطبيقه. يمكن. تطبيقه. على جميع المجتمعات. هل في نظام حكم سري ينفع يطبق على جميع المجتمعات؟ نقول لك على نظام الحكم الملكي ومميزاته يقول لك النظام الملكي هو النظام الاقصر استقرارا في الدول الملكية. هو يبرر للنظام الخاص هو الملكي عنده هو الاقصر استقرارا. نشاهد المبرر في الكتاب. في النظام الملكية هي الاقصر الاستقرارا لأن النظام فيها وراسي. معروف الملك وفيه ولي العهد. بعد وفاة الملك هيتولى مين والي العهد فلي هتحصل الترباط. ده وجه النظر. تمام. وانت كده تقتنع بها عادي يعني لو بتدرس بلد نظام الحكم فيها ملكي. فانت ما تيجي تبرر الموقف ده هو مبرر ولا غير مبرر. تمام. تعال بقى النظم الجمهورية يقول لك لا هو النظام الملكي. اه احنا مش عندنا نظام ملكي احنا عندنا نظام جمهوري لان الاساس في الموضوع ان الشعب هو اللي بيختار. بيختار. صح. وده شكل من اشكال الديمقراطية ان الشعب هو اللي يختار الايه? اه. الحكم. تمام. فبرضو تلاقي ان الكلام هنا ايه? مظبوط. مظبوط. فده راضي وده راضي. ده راضي وده راضي. تمام. فهنا ما دي نشوف هل يوجد نظام حكم بقى مسائلة تقدر تطبق على كل المجتمعات? لا طبعا. لان اه لو طبقت الجمهورية على اتباع الملكي هيرفضه. هيرفضه. ولو طبقنا الملكي على اتباع الجمهوريات هيرفضه. مرضو. فازن هنا. تمام. اه هنا هتلاقي لا يوجد نظام حكم اه اه مسائلة. تمام. استاذ عارك في تلقى التلفون معانا اسماء مجيزة. الو. الو. اهلا. ازاك يا اسماء? ازاك يا مساء. افضلي. اه بعد اذنك يا مساء عندي سؤال بيقول لي يدلل على صحة او خطأ العبارات الاتية. تمام. تتشابه الدول الوحدوية والدول الاتحادية في وجود سلطة مركزية في كل منهما. الوحدوية. تتشابه. اه. الدول الوحدوية والدول الاتحادية. اه. الدول الوحدوية صح. اوه وتبدأ في وجود سلطة. الاتحادية. اه في وجود هكومة مركزية. اه. في وجود سلطة مركزية. سلطة مركزية. في كل من هنا. في كل من هنا. وفي معاشة تسؤال تاني? تفضلي. اه لا تمثل الحكومات المحلية. لا تمثل 그냥 المحلية في السلطة المركزية. في السلطة المركزية. في نظام الift個. استني لا لا تمثل الحكومات المحلية مش لا تمثل لا لا تمثل لا تمثل لا تمثل الحكومات المحلية في السلطة المركزية في النظام الفدرالي ما العلاقة بين ما العلاقة بين مركزية السلطة مركزية السلطة ونظام الدولة السياسي والإداري ونظام الدولة السياسي والإداري ده سؤال كبير قوي هو هنا وصلح كل اللي هي الدول الوحدوية وتقولي مركزية السلطة فيها ايه والفدرالية واللي هو الاتحاد الكون فيدرالي برد تمام طيب دكتور أشرف في حاجة تانية اسمع فيها سئلة تانية طيب خليك معاني عندنا الدول الوحدوية الاتحادية صح أو خطأ تتمثل في وجود حكومة مركزية في كل منهم حكومة مركزية حكومة مركزية مركزية انت الدولة الوحدوية فيها سلطة مركزية ولا لا والدولة الفدرالية والاتحاد الكون فيدرالي في سلطة مركزية لها اختصصات اه اذا ان هنا هم كل واحدة منهم فيها سلطة مركزية اذا ما فيش دولة اسمع ما فيهاش سلطة مركزية غالبا الدولة الوحدوية هي السلطة المركزية فيها هي الاساس وتشرف على جميع السلطات في المحافظات والاقالين انما هنا الاختلاف في ادوار في ادوار كل واحدة خلاص فلذلك اللي حطت السؤال هو ما حطوه الصح اوكي كل الدول دي فيها دولة ما فيش دولة ما فيهاش حكومة مركزية عشان تبقى عارفة مزبوط ولا لا اي دولة فيه حكومة مركزية اي دولة ما عارف يعني حكومة مركزية يعني ورئيس وزراء ووزراء من فين الدولة اللي ما فيهاش الكلام ده يعني خلينا كده وقعين فهنا يعني بعض الناس بتتفلسف شوية في وضع الايه السؤال وهو اما تيجي تقايمه تلاقي السؤال ده يعني كتقييم لا ما يجيش ليه لانه هو فيه خطأ تمام اوكي لا هو هنا تقولي فيه تشابه في الادوار او اختلاف او اختلاف في الادوار هو فيه اختلاف شديد في الادوار في اختلاف شديد وهنا كده بقى السؤال يكون يبقى انها سؤال ده كويس اقوى فعلا تمام وهناك يعني ممكن تقول مثلا نغير السؤال نقول ايه اه الدولة الوحدوية والاتحادية تتشبه في مهمة الحكومة المركزية في كل منهم وهنا الطلب هيقول خطأ معه ويتكلم عن مهمة الحكومة المركزية في كل واحدة فيهم نعم او هناك ادوار تقوم بها حتى بين الفدرالية والكونفدرالية فيه اختلاف الحكومة المركزية في المهمات والخصائص نعم انتعارف ايه كونفدرالية عبارة عن ايه دولة بتدخل في اتحاد تمام فكل دولة ليه حكومتها ليه حكومتها تمام اوالها لحاجة مش فرنسا اه دخل في الاتحاد الاوروبي تمام فرنسا دولة ايه دولة واحدوية داخل الاتحاد فاذا هنا يعني هو بس الموضوع ان لازم اللي بيحطوا سؤال هو هو فهم يعني ايه فدرالي ويعني ايه كونفدرالي ويعني دولة ايه دولة واحدوية ما ممكن دولة واحدوية تدخل في اتحاد كونفدرالي وعندك مسأل بسيطة هو فرنسا داخل الاتحاد الايه الاتحاد الاوروبي والاتحاد الاوروبي والاتحاد ايه كونفدرالي جماعة الاتحاد الكون فيدرالي هو اتحاد بيجمع مجموعة من الدول في معاهدة بتحقق مصالح مشتركة. تمام. خلاص? مع احتفاظ كل دولة بشخصيتها القانونية وعملتها والاخير مع احتمالية التوحيد العملة زي الاتحاد اللي ايه? وسيادتها. وتمسيلها اللي هو السياسي كمان. تمام. فلازم اه اللي بيحط السؤال او اللي بيضع سؤال. انا عارف ان هو سؤال موجود في بعض اللي هي الكتب اللي بره. فلازم هنا يكون مدرك. حتى المدرس نفسه لازم يدرك العلاقة ويدرك الفارق ما بين الدولة الوحدوية والدولة الفيدرالية والدولة كنفيدرالية. ويتطلع ويقرأ سيد احمد. وده يمكن المعاني الوزير اه وسياسة الدولة ان هي اه قلت لك ادخل على بنك مين? المعارفة. وادخل على موضوع معين. هتلاقي فيه اه فروع كتيرة تبدأ تطلع وتبدأ تعرف. هنا بيوسع اه المدارك. بيوسع اللي هو ايه الاطلاع. ما بيحطكش يعني معلش في اه بعض الناس هو بيكتصر على معلومة مين? الكتاب. الكتاب. وده مصح. لأ انت واسع الموضوع. اقرأ في الموضوع. اه حاول ان انت تجمع معلومات كاملة على الموضوع. تقدر توصل لمين? للفروق. يبقى انت كده. وانت بتصيق سؤال. هتصيقه بطريقة ايه? سليمة. سليمة. حتى ما نشتتش ابنائنا مين طلبة. وحطه على طريق السليم. تمام. السؤال جاي سؤال عادي. لا تمثل الحكومات المحلية في السلطة المركزية الفدرالية. في الحكم الفدرالي. نعم. طبعا هو عندها تشارك الحكومات المحلية في السلطة المركزية. في توازن ما بلتهم. في توازن. اه. في توازن دي ليها دور. تمام. بتختص بامور كل ولاية اللي هي السلطة اللي هي المحلية. تختص بادارة امور مين? الولايات. ده فيه ولايات لكل ولاية بيقولك فيه وزير تعليم. يعني زي مدير ادارة كده عندنا او مدير مدرية مسلا عندنا مثلا في مصر. ده بيمثل زي سلطة ايه? وزير التعليم في الايه? في الولاية. وفي النهاية المجموعة دي كلها بتجتمع. تمام. خلاص? مع اللي هو الوزير في الحكومة. ويبدأوا يحطوا سياسة يضعوا سياسة مين? سياسة التعليم. لمين? لجميع الولايات. تمام. اوكي? فهنا لا بتمثل السلطة الايه المحلية. في السلطات المركزية. لان لازم يكون في توازن ما بين السلطتين المحلية والايه 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 والامركزية. تمام. السؤال الاخير ما العلاقة بين مركزية السلطة ونظام الدولة السياسي والاداري. هنا تتكلم عن الدولة الوحدوية وتقول ان السلطة المركزية فيها هي اللي بتشرف على جميع السلطات في المحافظات والولايات والاقليم. وان الولايات والاقليم بتستمد امورها من السلطة مين? من السلطة اللي هي المركزية. تمام. اما في النظام الفيدرالي هناك سلطتين. اه. سلطة مركزية تختص بالامور السيادية في الولاية. اه في الدولة كلها. اه زي مثلا لها الشؤون الخارجية والجيش والمالية والاعلام والاقتصاد. وهناك سلطة محلية تختص بالامور الحياتية لكل مين? لكل ولاية. فهنا اتركز على اهمية السلطة المركزية في النظام الفيدرالي تختص بالامور السيادية. تمام. اما في النظام الفيدرالي. فهنا السلطة اللي هي المركزية من اختصاص كل حكومة دخلة في الايه? في الاتحاد. على حسب نظام الحكم اللي موجود ايه? تمام. في الدولة المنضمة للاتحاد. وعطيت مسألة دلوقتي. عطينا مسألة قلنا ان فرنسا دولة ايه? واحدوية. وهي موجودة في اتحاد الفيدرالي. انا اخشى يكون اه بنتنا اصداها مركزية السلطة ونظام الدولة انها تقيس مدى المركزية تمام? وتركز السلطة في الانظمة التلاتة. واذا كان كده يبقى مثلا هي اصداها ان النظام الوحدوي المركزية فيه شديدة. نعم. لان الامور كلها بيد الحكومة المركزية. اما النظام الفيدرالي فان المركزية فيه اقل قليلا. حيث ان الحكومات الولايات شأن في ادارة الشئون الداخلية. اما في النظام الكلام الفيدرالي فان المركزية فيه ضعيفة. نختصص كل دولة من الدول بامورها الداخلية. فانا اخشى يكون برضو هي اصداها من السؤال كده لان ايه السؤال برضو مش محدد. العلاقة تقول دور السلطة المركزية. انت حضرتك برضو انت بتجاوب قلت دور السلطة المركزية في كل. لازم تقوله. تمام. في كل ايه في كل دولة اللي هي الدولة الوحدوية. تمام. والدولة مين اللي هي الفيدرالية والدولة. وعموما يا اسماء اه احنا جاوبنا لك السؤال بعنصرية. يعني بالطريقتين. بس طبعا اه انا اتفق مع دكتور اشرف انك تتكلمي على اه السلطة المركزية في التلاتة انظم. تمام. وطبعا اه اه احنا تحت عمرك برضو في اسئلة هاتي اي اسئلة غمضة اه اه وهاتي هالنا اهنا ان شاء الله هنتولأ الاجابة عليها. فيه بس حتة سيد احمد عايز ان اوليها بس. اه اعايز بس ابنان طلاب يتطمنوا. تمام. يتطمنوا من ناحية ايه? وفيه خوف فعلا لسبب الاسئلة الجديدة. وطبيعة الاسئلة فكله بقى ايه يعني بيدرب اسئلة كده يعني انت اخد بالحضرتك اللي يجي على باله بيقوله يعني. اه عند سياغة سؤال ابناء الطلاب بيراع فيه امور معينة ومعايير معينة. تمام. فالسؤال اللي بيصاغ لابده ان يكون دقيق واجابته واضحة. ومن موضوع الدرس. ومن موضوع الدرس. خلاص. يعني انا ما ينفعش اه يعني مسلا ما ينفعش مسلا تتحط اسئلة اه عامة. يعني ما ينفعش اصيغ سؤال مسلا واحنا عادين في الحلقة واقولك السؤال الاولاني ده. ما ينفعش ليه? لا انا هو سؤال اه ما ينفعش يجي ليه? فين الاجابة انت هتحدد دي? فين انت عايز التشبه في ايه? تمام. خلاص? فانت لازم تحدد الشيء اللي انت عايزه من السؤال على اساس ان دايما دايما يقول لك ايه? عندما تصيغ هدف لازم يكون الهدف ده واضح ومحدد وقابل القياس. تمام. وعندما تصيغ سؤال لازم يكون السؤال ده يحتمل كم اجابة? اجابة واحدة. هي اجابة واحدة. تمام. ما ينفعش انت تجاوب بطريقة او ده يجاوب بطريقة. ايه اللي بقس ده انا احطت لك سؤال? عام. عام. وبقول لك ما رأيك. او محتوح ايه. وانت تقول لرأيك وتدلل وعادي ما فيش مشكلة. تمام. لكن انا احطي لك سؤال زي ده ومسلا وسيبك وانت تقول لا دايما الاسئلة بتبقى اجابتها ايه? واضحة ومحددة. ومدام الاجابة عندك منطقية وسليمة. يبقى انت كده بتاخد مين? الدرجة. يقول لك كده اجابة علمية منطقية سليمة. يبقى الطالب ياخد ايه? درجة. طبعا. صح كده. طبعا. والله الدكتور اشرف زي ما انتوا شايفين هو بيحب لجانب السليم قوي. وانتوا شايفينه كتير قوي بيقول لي لا السؤال ما يجيش كده. انا اقول له سؤال يقول لي لا ما يتحطش السؤال كده. بقى يتحطي بالطريقة دي. لان طبعا هناك اصول لوضع السؤال زي ما احنا شايفين. وده كله طبعا بيصب في مصلحة ابناءنا الطلبة. ان يكون قدامهم اه حاجة مفاش غموض. عشان يقدر ايه? يحل بطريقة اه منظمة وسليمة. طيب اه دكتور اشرف احنا اتكلمنا وحضرك قلت لا يوجد نظام مثالي اه لكل المجتمعات. وما جاوبناش السؤال ازاي لا يوجد نظام مثالي عايزين نكتبه اجابة اكاديمية لابناءنا الطلبة. نعم. اذا يودع هذا السؤال. احنا اتفاقنا اتفاق. تمام. لا يوجد نظام حكم مثالي لكل مين المقرعات. يمكن تطبيقه على جميع المجتمع. اه. لا يوجد. طيب ليه? لان شو بيقول لك هنا ايه? لان المجتمعات المجتمعات دي. تمام. مالها تختلف. بيئيا. تمام. وحضريا. مبارفيا. وثقافيا كمان. وثقافيا. الى اخيره بقى. وكل منهم تجربة. وكل مجتمع ليه ايه? له تجربة الايه? اللي هي الخاصة. تمام. وكل مجتمع بيختار ما يناسبه من انظمة مين? الحكم. من انظمة الحكم. تمام. نعم. التي تناسب. نعم. اذا على كل مجتمع ان يختار ما يناسبه من هذه الانظمة. نعم. طيب. اه في الخمس دقائق اللي جايين دكتور راشف. اريد ان ناخد مقارنة ما بين اه 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 النظام الرئاسي والنظام البرلماني او النظام الرئاسي وشبه الرئاسي. كيفا ما يطلع لحضيرتك? اريد ان ناخد مقارنة في جدول ما بين هل تأتي في مميزات الخصائص ومثل دول عالية؟ يختلف مثلا خصائص النظام البرلماني عن النظام الرئاسي أو السمات نعقد لأبناء نفكرة مثلا هناك أوجو الاختلاف محدد أوجو يأتي له أبارة مثلا يقول له محدد أوجو الاختلاف بين النظام الرئاسي والشبه رئاسي يبقى هنا هيتكلم عن النظام مين؟ الرئاسي هنا النظام الرئاسي الرئيس يسود ويحكم معاكم سلطة؟ يوجد ثلاث سلطات تشريعية وتنفيذية وتنفيذية وقضائية وهناك فصل بين الثلاث من السلطات والتخص بين الثلاث سلطات والسلطات يتميز النظام بالتخصص والنموذج من الولايات المتحدة الأمريكية في الشبه الرئاسي رئيس منتخب من الشعب على رأس السلطة التنفيذية التنفيذية حيب عرفتك ان في رئيس منتخب من مين؟ من الشعب على رأس السلطة التنفيذية وبرلمان برضو منتخب من من الشعب ويشكل الحكومة الحكومة طب السلطة مشتركة بين الرئيس ومين؟ والحكومة حسب الدستور النظام البرلماني وشبه الرئاسي هل يمكن ان نقول ان هناك سمة شبه بين النظام الرئاسي وشبه الرئاسي والبرلماني فوجود رئيس حكومة او فوجود حكومة تشارك في الحكم تقول ما ساعدا ان هناك بشبه بين الثلاثة بين النظام البرلماني ونظام شبه الرئاسي بهم الاثلاثين شبه رئيس الوزراء رئيس الوزراء مسؤولية الحكمة في النظام البرلماني ويكون منتخب من الشعب يشكر بشبه الرئاسي السلطة مشتركة ما بين الرئيس وما بين رئيس الوزراء. تمام. إنما يشارك. هذا الحكوم يعني. وجود برلمان منتخب يشكل الحكومة. نعم. طيب ده بالنسبة للنظام الرئاسي والبرلماني وشفه الرئاسي. فيه سؤال تاني ممكن نضع حضرتك على هذا الجزء لأبنائنا. يعني إذا كان في حضرتك أي أسئلة على هذا الجزء. نمكن مثلا الفارق ما بين دايما أبنائنا طلاب حتة النظام السياسي في صورته الاجتماعية والنظام السياسي في صورته المؤسسية ما بتبقى ستابتة قوي عندهم يا أستاذ عم. تمام. فبنقول إن النظام السياسي في صورته الاجتماعية والنظام السياسي في صورته المؤسسية ايه الفرق ما بينهم? هنعرف ان النظام السياسي في سلطة الاجتماعية عبارة عن ايه? نظام اجتماعي. يقوم بادوار ويستند لايه? لسلطة. اوكي? تمام. الناحية التانية بقى. والتانية بقى وتكمل بقى. تمام. السلطة دي بتعملين. تمام. في الناحية التانية في النظام اللي هو المؤسسي هو عبارة عن مجموعة من المؤسسات. تمام. دي بيتوزع بينها عملية صنع الخارج. تمام. نشكر حلقة في نهاية الحلقة دكتور اشرف ابنائنا العزاء ان شاء الله نلقاكم على خير في حلقات قادمة مع مدرسة على الهواء والجروفية السياسية. اه ان شاء الله نشوفكم الحد الجاي في نفس المعاد. الى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.